اشتركوا في القناة كما ان بوابة رقمية تستقبل الملفات منذ 10 سبتمبر حيث تم استقبال 180 ملف بين التصنيع والاستيراد منها 35 طلبا للتصنيع والباقي المستوردين حاليا نحن بصدد النظر في الملفات وبخصوص انتقادات التي طارد دفتر الشروط السيارات خاصة ما تعلق بالمساحة المخصصة لقاعة العرب والتخزين والتي تعادي 6000 متر مربع حيث تشمل نقطة البيع وأيضا خدمة ما بعد البيع تسأل وزير الصناعة عن سبب رفضها من قبل الوكالة مصريحا هل تنون البيع المركابات في الميناء بالعامية التعنى قال لهم واش راكم بغي انتبهوا هات السيارات في البول وشدد وزير الصناعة على ان المستثمرين ووكلاء الجديين سيعملون على توفير كافة الشروط مؤكدا ان المواطن من حقه ان يستلم السيارة التي يقتنيها في ضرب سبعة ايام مضيفا دفتر الشروط لم يخط لصالح اي جهة وهناك اطراف من وراء البحار غاضبة بشأن الشروط الجديدة لانها تريد استعمارنا اقتصاديا بذلك صدمنا بتشكيك بعض الاطراف هنا في الجزائر مضيفا اذا كان قد فصلنا دفتر الشروط لصالح جهة معينة فهو مفصل على ما قسل الجزائر واوضح فرحات اي تالي ان احتياج السوق الوطنية للسيارات يعادل اليوم 400 الف مركابة وهو ما يكلف سلطة الجزائرية من ملاير دولار في حين ان المداخل البترول متوقعة تتروح بين 25 و 28 مليار دولار مضيفا يجب ان نرجع للمنطق لا نستطيع استيراض على هذه الوتيرة ونركب هذه السيارات كلها بواقود مدعم وبخصوص قانون الاستثمار الجديد قال الوزير الصناع انه جاهز وينتظر اليوم عرض على مجلس وزراء اي استفسارات اتركوها في خانة التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم